حياكم الله قبل فاصلي أذان العشائين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت قد قرأت عليكم ما جاء من رواية في مستدرك الوسائل للمحدث النوري ومن أن سؤالا يدور حولها فيما يرتبط في أن دعاءنا يكون نافعا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم ومن أن نقصا عندهم سيزولوا وسيتكاملون بسبب دعائنا وصلاتنا عليهم قرأت الرواية عليكم الرواية نقلها المحدث النوري عن درر لآلي لابن أبي جمهور الإحساء ونقل رواية أخرى إنه الحديث الحاد عشر عن النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم المؤذنة فقولوا كما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا هو فالنبي ليس متأكدا من أن الوسيلة ستكون له ولذا هو يطلب مننا أن ندعو له بأن تكون الوسيلة له وهو يرجو أن يتحقق هذا الأمر ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفعة هذه المضامين موجودة أساسا في كتب المخالفين وموجودة في كتبنا أيضا لهذا السبب لم أجعل جوابي مختصا بالرواية التي ورد السؤال بخصوصها إنني مثلما قلت لكم قبل الفاصل سأفتح الموضوع على مصارعه كي تكون الفائدة أكثر هذا مستدرك الوسائل ومن مستدرك الوسائل إلى مفاتيح الجنان زيارة من زيارات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ فيها نقرأ فيها أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت إلى آخر ما جاء في هذه الزيارة الشريفة وهذا الدعاء أشهد أن الله اصطفاك صغيرا نخاطب الحجة بن الحسن أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا فإمام زماننا كان صغيرا من جهة السن حينما بدأت إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري هذا يعني أنه قد صار إماما ولم تكتمل علومه هذا هو الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة وأقول عنها الزيارة الشريفة لأنها وردت عنهم هذه الزيارات وهذه الأدعية حتى إن لم يصرح تصريحا في كتب الأدعية والزيارات من أنها وردت عنهم لسانها ولحنها وألفاظها ومضامينها وردت عنهم لكن هل أن كل شيء قد ورد عنهم يريدون منا أن نلتزم به النقطة المهمة هنا فهم قد تحدثوا بلسان التقية باللسان التقية تارة تكون التقية من الأعداء وتارة تكون التقية من الأصدقاء لماذا؟ لأن الأصدقاء همقى السفهاء يكشفون الأسرار للأعداء فهذه تقية من الأعداء لكنها ليست مباشرة التقية على نوعين هناك تقية مباشرة تكون مع الأعداء بشكل مباشر وهناك تقية تكون مع الأصدقاء ليس خوفا من الأصدقاء أنفسهم دماهم وإنما الخوف من حماقتهم الخوف من سفاهتهم الخوف من قلة عقلهم فما عندهم من شيء إلا ويخرجونه إلى أعداء الأئمة إلى أعداء العترة فتكون التقية من الأصدقاء حينئذ لسفاهتهم لتفاهتهم وليس بسببهم هم بما هم هم وإنما خوفا أن يكون بوابة يأتي ضرر الأعداء من خلالها إذن هناك تقية من الأعداء وهناك تقية من الأصدقاء وهناك من الأحاديث ما هو في مقام التعليم والتدريب والتربية وهذا يكون مناسبا للذين يعلمون ذلك التعليم وهناك من الأحاديث ما هو في مستوى المدارات والمدارات مراتبها كثيرة لاختلاف مراتب عقول الناس وهناك من الأحاديث ما يأتي منسجما مع الثقافة الشائعة العام وتكون تلك الثقافة ليست صحيحتان لكن الإمام مضطر أن يتحدث وفقا لسياقات تلك الثقافة أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل إذا دخلت في تفاصيل هذا الموضوع فهذا سيأخذني بعيدا سأحتاج إلى حلقات وحلقات فما كل ما ورد عنهم يريدون منا أن نلتزم به أن نأخذ منه أو أن نأخذ به لذا فإنهم قد وضعوا لنا قواعد التفهيم ووضعوا لنا قواعد المعاريض كي نميز بينما يريدون وبينما لا يريدون حتى وإن كان صادرا منهم صلوات الله عليهم وهذا ما سأفعله في جوابي على السؤال الأول الذي أشرت إليه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى أعود إلى زيارة صاحب الأمر التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت هذه العقيدة عقيدة خرقاء الأئمة لا يريد هنا منا أن نعتقد بها قرآنهم المفسر بتفسيرهم يرفض هذا المضمون لكنه ورد في زياراتنا وأدعيتنا مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من مستدرك الوسائل هذه الصحيفة السجادية الجامعة التي أنتجتها مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة الأصلية التي في أصلها قد كتبت بخط الإمام السجاد وأضاف إليها المؤسسة التي أشرت إليها أضاف إليها سائر الأدعية التي رويت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ووضعوا لها عنوانا الصحيفة السجادية الجامعة تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة التي وردت برواية واحدة عن الإمام السجاد وجمعوا معها ما وصل إلينا من أدعية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة وهو العاشر بحسب هذه الصحيفة الجامعة صفحة واحد وثلاثين في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقرأ في دعاء الصحيفة السجادية في الصلاة على رسول الله اللهم فارفعه فإنني أطلب له الرفعة بدعائي أدعية الصحيفة السجادية ما هي بأدعية خاصة للإمام السجادي هذه أدعية كتبها الإمام السجاد لي ولكم فأنا الذي أدعو بهذا الدعاء وأطلب الرفعة لرسول الله اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلة حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافى في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل أي دعاء هذا لا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا ينسجم مع أولياء أهل البيت لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكنه ورد في أدعيتهم هذا دعاء آخر من الأدعية التي وردت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو دعاء في الصلاة على رسول الله فاعط محمدا من ذلك حتى يرضى وزده من ثوابك بعد الرضا ما لا تبلغه مسألة السائلين وتقصر عنه المنى حتى لا تبقى غاية غبطة إلا أوفيت به عليها والارتفاع درجة إلا حللت به إليها وجعلته مخلدا في أعلى علوها أعيد قراءة هذه الكلمات فأعطي محمدا من ذلك حتى يرضى وزده من ثوابك بعد الرضا ما لا تبلغه مسألة السائلين وتقصر عنه المنى حتى لا تبقى غاية غبطة إلا أوفيت به عليها ولا ارتفاع درجة إلا حللت به إليها وجعلته مخلدا في أعلى علوها هذه المضامين موجودة موجودة في نصوص الزيارات موجودة في نصوص الصلوات في الصلوات عليهم موجودة في نصوص المناجيات هناك مناجيات فيما بيننا وبين الله وهناك مناجيات فيما بيننا وبينهم صلوات الله عليهم هناك نصوص بهذا المضمون وهناك نصوص بالمضمون الثاني ففي الزيارات والصلوات والمناجيات بصنفيها وفي الأدعية وفي الروايات والأحادي وفي الإجابة على أسئلة السائلين توجد هذه المضامين وقد صدرت عنهم أنا لا أذكرها لا أذكر صدورها صدرت عنهم ووردت عنهم صلوات الله عليهم لكنني مثل ما قلت لكم محمد وآل محمد يتكلمون بعدة ألسنة لسان تقية لسان تعليم وتربية وتدريب لسان مدارات لسان ينسجم مع الثقافة الشائعة لسان ولسان ولسان من هنا من هنا من هنا ألجؤون إلى قانون المعاريط من هنا بيّنوا لنا من أن الفقيه من فقهائهم من فقهاء العترة لن يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم هذا هو السر في معاريض كلامهم جعلوا لهم معاريض حينما يتكلمون المعاريض الأسلوب الخاص بحديث أي متحدث بإمكان أي متحدث أن يختار له أسلوب معاريض في حديثه فالأئمة اختاروا لهم أسلوب معاريض وألجأون أن نتعلمه وأن نطبقه على أقوالهم وكلامهم كي نستطيع أن نفهم ما يريدون منهج حوزة الطوسي منهج هو أبعد ما يكون عن معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم لذا هو منهج متخبط هذا التخبط في منهج حوزة الطوسي ما بين العقيدة والفتاوى والتفسير سببه هو هذا أنا أسألكم شيء بديهي في أذهان الشيعة من أن ولاية علي هي الأساس من أن ولاية علي هي سبب النجاة في الآخرة وهي سبب الهداية في الدنيا هذه بديهة عقائدية في عقول الشيعة جميعا ثقافة متوارثة عبر الأجيال وإذا أردنا أن نبحث في النصوص فإن كل النصوص في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم الشريفة التي تفهم بقواعد تفهيمهم النصوص تجمع على هذه الحقيقة من أن ولاية علي سبب النجاة في الآخرة وهي سبب الهداية في الدنيا ومن دونها فليس هناك من دين ومن هداية ومن إيمان حينما نأتي إلى أصول الدين بحسب حوزة النجف فإن المعاد الذي هو من شؤون الولاية يكون أصلا للدين والإمامة بكلها تكون أصلا للمذهب أي أنها تكون فرعا عقائديا وحينما نأتي إلى الصلاة تكون فساوى يعني فتاوى فساوى مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من أن الصلاة يبطلها ذكر عليين كيف تنسجم هذه المضام هذا تخبط واضح مرده إلى عدم معرفة مراجع النجف وكربلاء لمعارض كلامهم والسبب أنهم تمسكوا بمنهج الطوسي الذي هو منهج شافعي معتزلي أخذ لكم مثال آخر هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 356 باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم لا أجل وقتا كافيا كي أقرأ تمام نصوص الأحاديث وإنما سأقرأ منها ما يرتبط بموضوعنا في هذه الحلقة باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يذكر الإمام الصادق الأنبياء وما أعطوا من حروف الاسم الأعظم لا شأن لنا بالأنبياء حديثنا عن محمد وآل محمد وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد الحديث واضح واضح في أن نقصا في علمه في أن نقصا في مرتبته لا شأن لنا بالأنبياء إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين وهكذا ذكرت الرواية بقية الأنبياء لا شأن لنا بالأنبياء حديثنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد حروف الاسم الأعظم ما هي بمربعات متساوية فلربما يكون هذا الحرف الواحد المحجوب هو أعظم من كل الحروف التي أعطيت لمحمد صلى الله عليه وآله فحروف الاسم الأعظم ما هي متساوية حينما تقول الروايات من أن آصف ابن برخيا ابن برقيا أعطي حرفا واحدا هذا لا يعني أن الحروف المتبقية هي بنفس المرتبة وبنفس السعة فلربما يعطى للنبي ويعطى للوصي يعطى حرف واحد ويعطى لنبي آخر يعطى يعطى له حرفين فالحرفان هنا ليس بالضرورة أن يكون ضعفين لذلك الحرف الواحد قد يكونان مئة ضعف لذلك الحرف الواحد فحروف الاسم الأعظم ما هي بمتساوية أعطي محمد اثنين وسبعين حرفان وحجب عنه حرف واحد هذا يعني أن نقصا في علمه أن نقصا في مرتبته وهذا المضمون واضح في الأحاديث أيضا في الكهف الشريف صفحة ميتين وتسعة وسبعين باب في أن الأئمة يزدادون في ليلة الجمعة يزدادون علما وفهما في ليلة الجمعة الحديث الثاني الحديث الثاني عن المفضل عن المفضل ابن عمر قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال لي ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك يا أبا عبد الله المفضل له كنيتان يكن بأبي محمد ويكن بأبي عبد الله الإمام هنا كناه بأبي عبد الله المفضل يقول قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك يا أبا عبد الله قال قلت لبيك قال إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا قلت زادك الله وما ذاك ما هذا السرور قال إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه الأئمة الذين سبقوا الإمام الموجود إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا لانتهى علمنا فهم يزدادون في كل ليلة جمعة وروايات وفيرة في كتبنا بهذا الخصوص إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد بعلم مستفاد بعلم جديد يضاف إلى علمنا وَلَوْ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَنْفَدْنَا لَنْتَهَا 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 وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَأَنْفَدْنَا يعني من أننا لا نملك جوابا للأسئلة القادمة إلينا هذا هو المراد وإلا فإن العلم السابق لن يزول باب آخر صفحة 280 باب لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم أنا أقرأ عليكم من الكافي الحديث الأول بسنده عن صفوان بن يحيا قال سمعت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال سمعت أبا الحسن يقول كان جعفر بن محمد يتحدث عن أبيه الصادق كان جعفر بن محمد يقول لولا أن نزداد لأنفدنا فنحن في حالة ازدياد الحديث الثاني بسنده عن ذريح عن ذريح المحاربي قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا ذريح لولا أن نزداد لأنفدنا لأنفدنا الحديث الثالث بسنده عن زرارة قال سمعت أبا جعفر إنه باخر العلوم قال سمعت أبا جعفر يقول لولا أن نزداد لأنفدنا قال قلت تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله باعتبار أن رسول الله قد توفي هذه قياسات عادية على أي حال نحن والأحادي قلت تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله قال أما إنه إذا كان ذلك يعني إذا كان ذلك الشيء لا يعلمه رسول الله هذا يعني أن رسول الله خفج من الدنيا وعلمه في الدين ناقص أما إنه إذا كان ذلك عرض على رسول الله ثم على الأئمة الذين سبقوا ثم انتهى الأمر إلينا قلت لكم الأئمة يتحدثون بألسنة التقية من الأعداء ومن الأصدقاء بألسنة التعليم والتربية والتدريب بألسنة المدارات بحسب مراتب عقول المتلقين بلسان هذه قضية إذا لم نلتفت إليها ولم نشخص مواطن استعمال تلك الألسنة في أحاديثهم وتلك هي المعارض فإننا سنخبط خبط عشواء إن كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في التفسير أو كان ذلك في الفتية أو كان ذلك في شتى صنوف معارفهم وثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عرضت بين عيديكم نماذج من أدعية من زيارات من روايات ومثل هذا كثير كثير جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر